مالية برج السرطان يارب تكونوا بخير أنا مالين بعمل فيديوهات عن توقعات الأبراج توقعات برج السرطان ليوم الثلاثة 18 يناير كانون الثاني 2022 بالنسبة لك النهاردة يا سرطان لقد حين الوقت علشان تاخد بعض الخطوات الجريئة في حياتك والوقت ده هيكون مناسب فما تترددش بدلا من ده انك تعمل العمل الحاسم أمر بالغ الأهمية اليوم وما تخجلش من الفرص اللي بتكون أمامك يمكنك أنك تقفز قفزة كبيرة جدا في الإيمان في هذا الوقت علشان تغير حياتك بشكل كبير للأفضل على الرغم من أنها ممكن ما تبدوش كذلك لقد حين الآن الوقت أيضا لأنك تعيد تقييم العلاقات القديمة وحتى تقطع الأشجار البيتة في حياتك اليوم وتبدأ بدايات جديدة بالنسبة لك عاطفيا من الضروري أنك تقيم علاقتك وأنك توضع بعض الحدود الصحية ليها ومن المحتمل حتى أنك تدرك أنه على الرغم من أنك بتقدم أكتر من أنك بتستطيع تقدمه شريكك غير راضي من اللي أنت بتعمله وبيطالب بالمزيد فأنت عودته أنك تديله أكتر من اللي أنت بتعمله والمزيد أنك توضع حد لهذه المطالب وهيعزز بالفعل علاقتك وهيساعدك على أنك تستمتع بها بطريقة هتصبح الأفضل ليك ولشريكك وضح ليه وكيف نظرك وضح ليه أنك أنت أساساً بتعمل حاجات أكتر من اللي أنت بتعرف تعملها عشانه فهو هيتفهم ده ويحاول أنه يبطل طلبات زيادة عن اللزوم بالنسبة ليك مهنياً اليوم لو كنت عاطل عن العمل ممكن تترك لك الفرصة بابك لليوم امسكها بكلتا يديك وماتسبهاش ليس لديك أي شيء علشان تخسروا اليوم غير الفرصة دي فما تنجرفش من قبل الأشخاص اللي بيقدموا نصائح مجانية اليوم اظهر إخلاصك وتفنيك بمجرد أنك تحصل على الوظيفة دي ممكن تحصل على فرصة من منطقة جديدة أيضاً انظر في البحث عن وظائف في مختلف المجالات اليوم وخليك مستعد علشان تختار الصح والأمثب ليك مهنياً بالنسبة ليك صحياً ابحث عن شركاء بيرغبوا في مشاركتك العادات الصحية معك لليوم وخليك حذر من أولئك اللي بيطلبوا منك تحقيق مصلحتهم الشخصية من غير ما يدو أي وزن لعمرك أو حتى لطلباتك دا بيحاولوا فقط أنه يسلبوك عاطفياً فخليك حذر جداً بأن تجعلك تتعرض صحتك للخطر من أجل مكاسبهم ولو ضغطوا عليك بشدة فما عليك أنك تمضي قدماً ونتركهم وما تمشيش معاهم تاني لأنك فهمت نظريتهم وفهمتهم بيفكروا ازاي توقعات العشرية الأولى موليد 21 يونيو ل1 يونيو أنت لا تفعل شيئاً في منتصف الطريق في الحب وانت على استعداد أنك تقدم الكتير السنة الوصيق والمحكم لا يخيفك فقد تعلم كيف تتمثق قليلاً من استقلالك ولا فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالاختناق وحتى العجز توقعات العشرية الثانية موليد 2 يونيو ل12 يونيو لا شيء يجذبك أكتر من الالتقاء بالعائلة والأصدقاء لو نظمت لم شمل عائلتك فهتكون متحمس بمجرد التفكير في رؤية كل شخص لما تراه منذ فترة طويلة وكم هو رائع توقعات العشرية الثالثة موليد 13 يونيو ل22 يونيو لو كنت بتريد وظيفة مختلفة فهتهدف أنك تحصل على وظيفة في التعليم أو أي شيء يمكن أن يتواجد فيه حول الأطفال الصغار وهو بالضبط اللي أنت بتحتاجه لأنك هتعرف كيف تكون حازم ولطيف في نفس الوقت بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيساعدك عطارد لتشرن الصباح ده في أنك تفتح حوارات صحية هنتعامل مع المشكلات دي بشكل كلي ومهارات حل المشكلات هتكون عندنا عالية ومع ده يمكن أن تتركنا جانب التحدي الطفيف من المريخ وأورانوس على حفة الهوية اليوم وممكن نكون متحمسين للتغير لكن أنا مش متأكدين تماما من أين نبدأ بالطبع يمكن أننا أنتوقع ده في بعض المشكلات لو لم نكن حريصين جدا فيها محطات أورانوس وتحولها مباشرة اليوم بعد خمسة أشهر من الحركة التراجعية وطاقة أورانوس هتكون معلقة بقوة في الهواء خلال الأسبوع ده مع سيطرة الموضوعات ذات الصلة فيها مع ازدياد سرعة الكعيكب في الأسبوع القليلة المقبلة فإن رغبتنا في التعبير عن ذاتنا اليوم هتكون أكتر وهنا أخد بعض الفرص للمخاطرة والتمرد والاستمتاع إلى غرائزنا وإصارة التغيرات اليوم هيكون مهمة وهيتم إيقاظها وإخراجها من الخارج وهيقضي القمر اليوم في برج الأسد وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش أنتو بستنين إيه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم وبدعمكم لي